يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما تلك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم لما أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا ومكرها بصلح الحديبية ما الذي بقي الآن بقي رأس الأفعى ومن رأس الأفعى إنهم يهود خيبر هم الذين أنبوا الأحزاب في الخندق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم الذين اتفقوا مع غطفان تحالفوا معها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم الذين أرسلوا من يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتصلوا مع المنافقين يهود خيبر هم الذين حرضوا بني قريضة في أصعب ساعة حرجة في حياة المسلمين ألبوها وحرضوها على نقض عهدها مع رسول الله فهم رأس الأفعى الذين يدسون المؤامرات والمكائد ضد الإسلام والمسلمين فأمر النبي الصحابة أنه سائر إلى خيبر أنه مغادر إلى خيبر لفتحها بإذن الله عز وجل وخيبر ذات مزارع وغنائم كثير وعدها الله للمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فوعدهم الرب عز وجل أنهم سيفتحون خيبر وأن هذه المغانم وخيبر محصنة بحصون كثيرة وفيها مزارع كثيرة وثمار وخيرات وأموال وعدهم النبي إياها وفعلا تجهزت المدينة في بداية السنة السابعة للهجرة لفتح خيبر وتجهز الجيش الإسلامي فتقاطر الأعراب حول المدينة كلهم يريدوا القتال مع رسول الله ولم يكون أهل قتال ولا أهل جهاد فنهاهم النبي قال لن يخرج معي لخيبر إلا من جرب في القتال إلا أهل الجهاد في سبيل الله إلا أهل العزائم فخرج معه كل الذين بايعوه تحت الشجرة بايعوه على الموت في سبيل الله أما الذين أرادوا الأموال والغنائم وأرادوا الدنيا فإنهم ممنوعون حاول الأعراب والمخلفون أن يذهبوا مع المسلمين لكن المسلمين منعوهم سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا يظنون أن الجهاد في سبيل الله أموال وخيرات وزروع وما دروا أن الجهاد ليس لأجل هذه الدنيا فمنعوا فلم يخرج مع النبي إلا من بايع تحت الشجرة وهكذا سار الجيش الإسلامي إلى خيبر أما رأس النفاق في المدينة فقد أرسل إلى يهود خيبر قال إن جيش محمد قد أتى إليكم خذوا حذركم فتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وقذف الرعب في قلوبهم وإذا الخوف يملأ صدورهم إنه جيش رسول الله سائر إلى خيبر إلى رأس الأفعى إلى يهود خيبر يدك الأرض دكا فأرسلوا إلى غطفان أنقوموا معنا نحن حلفاؤكم فوافقت غطفان بشرط أن لهم نصف ثمار خيبر وفعلا وافق يهود خيبر واستعدت غطفان للذهاب والقتال مع خيبر وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الثلة المؤمنة للقتال وفتح خيبر وتحرك جيش المسلمين باتجاه خيبر معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقودهم إلى خيبر لقتال يهود سمعت بهذا الأمر من؟ غطفان فخرجت تناصر اليهود في خيبر خرجت بجيوشها تقاتل مع اليهود ضد النبي وأصحابه لكنهم لما خرجوا سمعوا صوتاً ولغطاً وحساً في أهليهم وذراريهم وقراهم فظنوا أن النبي وأصحابه غاروا على أهليهم فتراجعوا وانسحبوا وتركوا يهود لوحدهم يواجهون مصيرهم فقدم النبي مع أصحابه في الجيش معه أدلاء أحد الأدلاء في الطريق سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفترق الطريق قال ما اسمه هذا الطريق؟ قال حزن فلم يسلكه النبي ثم تقدم فقال ما اسمه هذا الطريق؟ قال حاطب فلم يسلكه النبي فتقدم فسأله عن طريق فقال هذا اسمه مرحب فسلكه النبي باتجاه خيبر وهم في الطريق يقول أحد الصحابة شعرا ويرتجز شعرا بصوت جميل والصحابة يسمعون بل حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع معهم يقول اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وأخذ يقول الشعر والنبي يسمع له ثم لما انتهى قال من هذا؟ قال عامر بن الأكوع أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يرحمه الله وكان النبي إذا قال يرحمه الله لرجل في معركة قتل واستشهد فقال أحد الصحابة لولا متعتنا به يا رسول الله وفعلا استشهد عامر بن الأكوع في معركة خيبر فقدم الجيش حتى وصل إلى أشراف خيبر وحصون خيبر رأى النبي خيبر من بعيد فطل عليه فلما رأى خيبر رفع يديه إلى السماء وقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أطلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما درين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها يتقدم الجيش باتجاه خيبر معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أمس المساء فعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرب من خيبر وفي الليل قال للصحابة لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليفتحن الله على يديه فظل الصحابة ليلة فتح خيبر كل الليل يفكرون من هذا الرجل كل منهم يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل الذي يعطى الراية كل الصحابة فلما أصبح الصباح في صبيحة ذلك اليوم سأل النبي الصحابة المقاتلين المجاهدين الأبطال والفرسان قال لهم أين علي بن أبي طالب ابن عمه وصاحبه قال أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله اشتكي عينيه في مرض بعينه فيه الرمد قال أتوني به فلما جئ بأبي علي بن أبي طالب دعا النبي عليه الصلاة والسلام له ونفت في عينيه فبرئتا كأن لم يكن به شيء فأعطاه الراية الراية لمن؟ الراية لأبي الحسن لأبي علي بن أبي طالب هو البطل هو لها في ذلك اليوم هو الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علي بن أبي طالب أخذ الراية فقال لرسول الله ماذا أصمع يا رسول الله؟ ماذا أفعل؟ قال انفذ على رسلك ولا تلتفت واتي القومة وأول ما تدعوهم إليه هو الإسلام فإن أجابوك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا لو واحد بس يسلم خير لك من حمر النعم لا تفكر بالغناء لا تفكر بالنعم لا تفكر بالإبل لا تفكر بالثمار فكر في دعوتهم للإسلام أولا فوالله لن يهدي الله بك رجلا بس واحد لو نطلع من يهود خيضر لو يسلم على يدينا رجل واحد خير لنا من الغنائم كلها هذه وصية النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الرجل الذي يستحق أن يأخذ الراية اقترب النبي من خيضر فرآه بعض يهود للتو خرجوا في الصباح الباكر من حصونهم يذهبون إلى مزارعهم إلى أشجارهم معهم المساحي والمكاتيل وغيرها يحملونها يريدون قطع الثمار والأشجار فلما رأوا جيش محمد صره محمد والخميس محمد والخميس ركضوا إلى حصونهم وأغلقوا الأبواب يحذرون القوم وعسكر النبي بالقرب من حصن نطاه فقال له الحباب المنذر وكان رجلا خبيرا بمواقع الحرب قال يا رسول الله هذا المكان ليس بالمكان فإن يهود يدرون عننا ولا ندر عنهم يرموننا ولا نستطيع أن نرميهم يصلون إلينا ولا نصل إليهم وربما باغتونا فلنغير موقعنا يا رسول الله أشار على النبي فغير النبي مكانه بانتظار معركة تاريخية فاصلة بينه وبين يهود في خيضر تقدم المسلمون إلى يهود وقد تحصنوا بحصونهم كعادتهم واحتموا بهذه الحصون التي ظنوا أنها مانعتهم من الله أول حصن كان أقواها وهو حصن ناعم كما يسمى حاول المسلمون اختراقه في بادي الأمر فلم يستطيعوا فظلوا أياما يحاصرونه يريدون اقتحام هذا الحصن والنبال تتطاير من الفريقين خرج من حصن ناعم قائد يهود وكان رجلا شجاعا مبارزا قويا اسمه مرحب يتحدى المسلمين من يبارزه فقال مرحب والناس يستمعون كعادة العرب في بداية المعركة قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب من يبارزني فقام إليه صحابي اسمه عامر ابن الأكوع فرد عليه وقال قد علمت خيبر أم عامر شاك السلاح بطل مغامر يرد على من على مرحب فتبارز الاثنان والناس ينظرون لكن مرحب كان قويا كان مدرعا بالدروع فإذا به يضرب عامر فيصرعه قتل رجل من المسلمين فقال النبي لقد أوتي أجران إنه جاهد وهو مجاهد ثم قال مرحب مرة أخرى قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب من يبارز قام إليه البطل من؟ إنه أبو الحسن إنه علي بن أبي طالب مع أن سنه أصغر بكثير من مرحب والسلاح الذي يحمله علي أقل من مرحب لكنها قوة الإيمان قال أنا الذي سمتني أم حيدرح أنا اسم أسد هذا معنى حيدرح كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيل كيل السندرح قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب فقام إليه علي يبارزه قال والله لا أحب قتلك أنا لا أريد أن أقتلك أنت صغيرا في السن قال لكنني أحب قتلك والله فإذا بالإثنان يتبارزان فما هي إلا ضربة من الإمام علي تصرع الرجل فيكبر المسلمون ويكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتحم المسلمون أول حصن ويفر اليهود كالجرذان إلى الحصن الذي وراءه حتى رآهم رجل من يهود سأل حامل الراية الإمام علي قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب فرد اليهودي وقال علوتم والذي أنزل على موسى علوتم والذي أنزل على موسى فقام أخ لمرحب اسمه ياسر فقام يتحدى من يبارزه فقام إليه الزبير قال أنا أبارزك فقالت أمه صفية يا رسول الله يقتل ابني قال بل ابنك يقتلح وفعلا صرعه الزبير انتقل المسلمون إلى الحصن الثاني وكانت حصون بعضها خلف بعض احتمل يهود بالحصن الآخر وكان اسمه حصن الصعب احتموا به وطال الحصار أياما جاع المسلمون حتى ذبحوا الحمر الانسية الأهلية أرادوا أكلها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعلا أن يفتح هذا الحصن وبعد أيام قذف الله في قلوب اليهود الرعب وبإذن الله جل وعلا يدك الحصن الآخر حصن الصعب يدك دكا ويقتحمه المسلمون قائلين الله أكبر الله أكبر ويفر يهود إلى الحصن الثالث الحصن الثالث توجه المسلمون إليه إنه حصن الزبير تقدم المسلمون إلى حصن الزبير الله أكبر مجعب خيب بعد أن فتح المسلمين حصن الصعب هرب اليهود إلى الحصن الذي وراءه هكذا كانوا يفعلون من قلعة إلى أخرى من حصن إلى آخر من جدار إلى الذي بعده هربوا إلى قلعة تسمى قلعة الزبير حصنوا فيها طعامهم زادهم وماءهم تجري إليهم فظل النبي يحاصرهم أياما لم يخترق حصنهم وكان بينهم رمي بالنبال فجاء يهودي إلى رسول الله يهودي يقول هذا الكلام قال يا محمد والله لو حاصرتهم شهرا ما خرجوا لأن عندهم طعامهم وماءهم إليهم تجري فلو أنك قطعت عليهم ماءهم لم يستطيعوا الصمود وفعلا قطع النبي عنهم الماء صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بهم قبل أن يهلكوا من العطش أسرعوا إلى الحصن الذي وراءه من حصن إلى الذي يليه أما الحصن الثاني أو القلعة الأخرى تسمى قلعة أبي قاتلوا فيها قتالا شرسا من قلعة وحصن إلى آخر لا يقاتلون المسلمين مواجهة لا يستطيعون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إلى اليوم لا يقاتلون إلا من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صار بين المسلمين في هذه القلعة وبين اليهود مبارزات لكن المسلمين قتلوهم جميعا وكان آخر من قتل يهود من المبارزين أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وكان بطلا شجاعا فلما قاتل آخر المبارزين أسرع إلى الحصن وأسرع المسلمون فهرب يهود من هذه القلعة وهذا الحصن إلى الحصن الذي وراءه يسمى حصن النزار وقد جمع يهود فيه نساءهم وذرارهم لأنه أقوى حصن في الشطر الأول من خيبر فجمعوا كل النساء وكل الذرار في هذا الحصن وقاتلوا قتالا شرسا مريرا ورموا المسلمين بالنبال وبالحجارة لكنهم في نهاية الأمر فروا لما نصب النبي من جنيقا وبدأ يكسروا حصونهم وعلموا أنهم مخترقون ماذا فعل يهود؟ تركوا النساء وتركوا الذرية وهربوا إلى الشطر الآخر من خيبر كما قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هربوا وتركوا النساء والذرار إلى الشطر الآخر من خيبر فتح الشطر الأول من خيبر وبقي الشطر الثاني فسار الجيش الإسلامي إلى الشطر الثاني من خيبر وكان اليهود كما ذكرنا يتحصنون حصونا منيعة كان من الشطر الثاني حصن لأبناء أبي الحقيق من سادات يهود وكان هذا الحصن حصنا شديدا منيعا وكان من عادة اليهود كما ذكرنا أنهم يخزنون الطعام والغذاء وحاجاتهم داخل الحصون فحصرهم النبي أربع عشرة يوما حصارا شديدا ربما كان المسلمون في خارج الحصن يعانون أشد المعاناة لكن إيمانهم بالله عز وجل وجلدهم وطلبهم للقاء الله عز وجل جعلهم لا يبالون خصوصا وأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا إلى خيبر لم يكونوا أي أناس منع النبي ضعاف الإيمان والمتخلفين من الأعراب والمخلفين منهم أن يخرجوا فما خرج إلا الخلص من أهل الإيمان بعد أربع عشرة يوما النبي نصب المنجنيق ليهدم هذه الحصون وليخترقها فلما علمت اليهود بهذا بدأوا بالمفاوضات طبيعتهم يتظاهرون بالقوة والمنع لكن إذا وقف أمامهم رجال فإنهم يتنازلون ولا سبيل لهم إلا المفاوضات فنزل أحدهم إلى رسول الله يفاوضه فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود يهود خيبر على إقامة الصلح أي صلح بينهم أن يعفو النبي عن مقاتلتهم وأن يأخذوا سباياهم وذراريهم نساءهم وأطفالهم لكن أموالهم حليهم الذهب الفضة بل حتى الأراضي والزروع والثمار لا يأخذوا منها شيئا يخرجوا من خيبر ليس معهم إلا ثيابهم التي يلبسونها فوافقت يهود على هذا أهم شيء عندهم أن ينفذوا بجلدهم وفعلا رضي النبي بهذا واشترط عليهم شرطا قال فإن كتمتموني شيئا فقد برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله وهذه قمة الإنصاف والعدالة نتفق لكن لو أخفيتم شيئا من الذهب والكنوز والفضة والحلي فلا أهد بيني وبينكم فقبل اليهود بهذا وهل اليهود في حياتهم صدقوا ولو مرة واحدة أبدا خرج من خرج من يهود وجاء النبي ودخل الجيش الإسلامي إلى تلك الحصون وبدأ الاستسلام الآن فعلم النبي وجاءت أخبار أن ابن أبي الحقيق أو الحقيق قد خزنوا أموالا ذهبا وفضة وكنوزا فسألهم النبي فأنكروا قال فإن وجدنا قالوا برئة الذمح فلما فتش النبي بيتهم وجد أنهم قد خزنوا أموالا وذهبا قد أخرجوه من بني النظير وفعلا أقام النبي عليهم الحدة والقصاصة فقتلهما ورجل ثاني اسمه كنانة الربيع أخذ كنزا كثيرا من بني النظير وكان قد خزنه فلما سأله النبي قال ما عندي قال فإن فتشنا مكانك وبيتك أأقتلك النبي يريد أن يعذره أن يعطيه آخر فرصة قال اقتلني فجاء ابن عم لكنانة ابن عمه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنني وجدت كنانة يطوف في هذه الخربح بناء قديم وجدته كل غدات كل فجر يطوف حولها فأمر النبي الصحابة فحفروا ونبشوا فوجدوا الكنز قد خب فقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لرسول الله أن يغدر في عهد إلا إذا انتقض العهد من الطرف الآخر فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهكذا أعطى الله عز وجل ووهب المسلمين غنائم ما كانوا يحلمون بها وعدكم الله وعدكم الله مغانم كثيرة مغانم كثيرة تأخذونها هذه المغانم الكثيرة في خيبر ما حصل المسلمون على مغانم في حياتهم في تلك الفترة مثل ما حصلوا في خيبر ما شبعوا إلا بعد فتح خيبر بل إن المهاجرين الذين استلفوا واقتربوا من الأنصار بعض نخلهم وبعض زروعهم كان الأمر يعني منحة من الأنصار بعد فتح خيبر ردوا إليهم جميع ما أخذوه منهم جاءت اليهود أول ما فتحت خيبر قالوا يا رسول الله يا محمد إنك إن أخذت هذه الأراضي لم تستطيع إصلاحها وسوف تفسد ما رأيك أن نقوم عليها ولكم الشطر فوافق النبي فالمسلمون لم يتفرغوا لهذا فأرجع اليهود إلى بلادهم ولهم النصف وللمسلمين النصف وكان النصف كثيرا والنبي يقسم الغنائم أقبلت سفينة إلى الساحل ثم جاء الوفد إلى رسول الله من أين جاءوا من الحبشة فرح النبي يسأل أفيهم جعفر بن أبي طالب ابن عمه يحبه قالوا نعم جعفر معهم من شدة فرح النبي قال لا أدري بأيهما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر أي أن جعفر قدومه كان فرحه بمثابة فتح خيبر الله أكبر فتحت خيبر من ضمن السبايا الذين قتل رجالهم بعد أن كتموا رسول الله صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقد كانت ضمن السبي فالرضي النبي أن تأخذ أبدا جاء بها إليه فعرض عليها الإسلام فأسلمت فاعتقها ثم عرض عليها الزواج فقبلت فتزوجها فلما تزوجها قالت لرسول الله يا رسول الله رأيت قبل أن تأتي كأن القمر تحرك من مكاني فوقع في حجري ما عرفت سألت زوجي فلطمني قال أنت تفكرين بملك المدينة وكان هذا تأويل رؤياها بعد أن أتم الله النعمة على الإسلام والمسلمين وفتحت خيبر وقسمت الغنائم وكان فتحا عظيما مبينا جاءت امرأة يهودية خبيثة كعادة يهود اسمها زينب بنت الحارث تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدلت عليه فسألت أي أجزاء الشاة أحب إلى محمد فقالوا لها الذراع فذهبت إلى شاة فذبحتها ثم طبختها طبخت هذه الشاة وسممت الشاة كلها وأكثرت من السم في الذراع انظروا لخبث يهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا فأهدت هذه الشاة المسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الهدية وأحسن الظن بها فجلس يأكل ومعه أصحابه أكلوا جميعا وأكل النبي مرة ثم أوحى الله إليه أن هذه الشاة مسمومة فأوقف الصحابة جميعا عن الأكل ونادى المرأة فسألها فاعترفت قال ما حملك على هذا الشيء لما سممت هذه الشاة لما أردت قتلنا قالت إن كنت نبيا فستخبر وسيوحى إليك وستحفظ وإن كنت ملكا استرحنا منك أي خبث أشد من هذا الخبث وأي عداوة أشد من هذه العداوة مع جميع الأنبياء والرسل هم هكذا فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق سراحها تركها لم يصنع لها شيئا لكن لما مات أحد الصحابة الذين أكلوا من هذه الشاة وهو بشر ابن البراء ابن معرور أقام عليها الحدة واقتص منها وقتلها بالبشر لأنه مات رضي الله عنه هكذا أتم الله النعمة وهكذا فتحت خيبر وهكذا أغنى الله البؤمنين وقطع دابر الكافرين ونصر الله حبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كالنور في جنح الظلاء جاء الحبيب إلى الأنام ترجمة نانسي قنقر